انا باعتبره من المواضيع المهمة اللي بتخص الشأن العقاري وهنتكلم عن فرض من الافراد اللي المفروض ان هما متواجدين في الشأن العقاري او في السوق العقارية انا باعتبره كده لا غنى عنه هنتكلم عن التاجر اي سوق عقاري لازم يتواجد فيه تاجر فاحنا بنفرق ما بين ثلاث انواع من التجار فيه عندي التاجر الشاطر وفيه عندي التاجر الناجح وفيه عندي التاجر الطمع ما ينفعشت اي مكان جديد يعني مثلا اي مدينة جديدة نقول ان اول ناس بيخشوا فيها هو واحد جاي يسكن على طول ده بيتواجد بالفعل لكن انا في احصائية كده حاولت ادرسها في السنين اللي فاتت لقيت ان في البداية لازم ما لا يقل عن 80% من اول ناس بتتواجد في اي ارض جديدة بيكونوا هم عبارة عن تاجر في البداية بيخش يحاول ان هو يستفاد من تواجد الارض دي لسه باسعار جديدة او لسه يقدر يكسب فيها ويعلي من ارباحه في المدينة دي طب احنا عندنا التجار مش هيبقوا كلهم طبعا ناس محترمة فطبيعي جدا لازم يتواجد ناس طماعة فخلينا نعرف ده ونعرف ده ونعرف ده في البداية اهمية التاجر ايه هي اهمية التاجر هو انه بجد بيعلي من قيمة اي ارض اي مكان جديد تواجد التاجر فيه بيعلي من امته لانه بيبدأ يكسب كاول فرض فيه والتاجر طبعا عنده صاحبه التاجر لو كسب بيعرف التاجر بيجيب التاجر والتاجر بيجيب التاجر فبيبدأ يعمل زي سمعة للمنطقة اللي هو اشتغل وكسب منها وده بالتالي بيرفع من كيمة المكان يعني التاجر لو بدأ النهاردة يكسب من اي مكان بتلاقي صديقه التاجر جاي هو كمان يشتغل في المكان دوت وتلاقي صديقه التاجر فيه ناس بتيجي يعني احنا في المناطق اللي احنا شغلين عليها في غرب الكاهرة فيه تجار جات استثمارت من اسكندرية وتجار من سواج وتجار من اسيوت وتجار من المنوفية جم في البداية وبدأوا يرفعوا من كيمة المنطقة اللي احنا شغلين عليها لما بيشتري مثلا هو الارض بيبدأ يحط النفس ربح على المبلغ اللي هو اشترى بيه ويبدأ بعد كده يعمل اعادة بيع في الفترة دية هو بيعمل رواج للمنطقة اللي هو شغال عليه فالراجل اللي هو بيعمله ده بيستفد منه السوق العقار لان لو بقدر التاجر عن اي ارض ده معناه من الارض دية تقريبا بيعزف عنها المستثمرين والمستهلكين او الناس اللي هو تشتري حتى للسكن فبالتالي لازم يتواجد التاجر وانا يمكن كنت بانصح ناس كتير فاراضي في مناطق من المناطق اللي احنا شغليني عليها ان لازم التاجر يكون اول حد يشتغل في المنطقة ديت لانه هو اكتر حد بينجح المكان وبيدأ يكسب من وراه وبيعمله سمعة طيبة في المنطقة ومن هنا بيبدأ الرواج يحصل على المنطقة ديت طيب تعالي نعرف بقى التاجر الشاطر والتاجر الناجح والتاجر الطماع التاجر الطماع ده بيخش ممكن يكون للأسف ما عندوش خبرة السوق ففاجر انه بيشتري النهاردة اول ما بيشتري الحاجة بجنيه لازم تاني يوم يباحها بعشر جنيه وده خطر على السوق العقار انه هو يبقى متخيل انه هو يقدر يكسب ارباح عالية جدا 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 في وقت سريع من منطقة لسه بكر فبالتالي ده ممكن يعمل لقدر الله عزوف عن المنطقة اللي هو يشتغل عليها لان فيه في مصر دلوقتي زي ما لست قايلين في التقرير اللي فات مصر بقت فيها اراضي كتير جدا معروضة في السوق فالاختيارات البديلة موجودة فانك النهاردة تبدأ تعلي سقف طموحك في ان انت تكسب عشر اضعاف اللي دفعته في يوم وليلة ده ممكن يعمل عزوف عن المنطقة بالكل وبالتالي انت كده تاجر طماع مش فاهم السوق ممكن تبعد الناس اصلا عن المنطقة اللي انت شغال عليها طيب ايه الفرق ما بين التاجر الطماع والتاجر الشاطر التاجر الشاطر بيخش المنطقة عارف هو هيعمل ايه بيبدأ يبدأ كده يخش المنطقة دي اتعارف ان الربح المنطقة دي دلوقتي ليه سقف معين فبيبدأ يكسب معاه واحد واثنين وثلاثة واربعة مش لوحده بمعنى انه ممكن النهاردة تلاقيه وهو شغال بيعمل دعايا للمنطقة اصلا مع اصدقائه ناز زميلو انت عارف طبعا السوق العقاري كله مفتوح على بعضه فتلاقي التاجر ده بيكلم التاجر ده وكله في الاخر بيسمع على بعضه تصدق ده انا شغال على المنطقة الفلانية دي طب وايه الاخبار يا حاج فلان ده والله ربنا كرمنا والحتة دي حلوة واشتغلنا منها وربناك ربحنا منها وكسبنا منها التاجر التاني ده بيه دعايا الشفاهية اللي اتعملت بيبدأ يتكلم التاجر التالب من هنا بيبدأ التاجر الشاطر ده يفتح المجال لكل التجار ان هي تكسب جنبيه وبالتالي كل المنطقة تكسب نروح لاخر انواع التجار وهو التاجر الناجح التاجر الناجح ما بيبقاش هدفه ان هو يبيع فهو اصلا الموضوع معاه مش فارق ان انا هكسب بكرة كام لا انا هكسب على المدى البعيد كام وي لازم في اي منطقة بنشتغل فيها تلاقي التاجر الناجح اللي مش فارق معاه عادت البيع السريعة حتى لو كان هيكسب جنيه او عشرة جنيه ده بيكون تاجر عارف ان المنطقة دي لسه فيها خير كتير وانا عايز اعود واخده يبقى احنا عرفنا ان فيه تاجر طماع وفيه تاجر شاطر وفيه تاجر ناجح التلاتة دول بيتواجدوا في السوق شئنا ام إبينا لازم يتواجدوا هم الثلاتة بس احنا بنحتاج لهم هم الثلاتة معادة التاجر الطماع لان للأسف التاجر الطماع ممكن يبقى وزلنا اي منطقة من المناطق اللي احنا شغالين عليها ممكن يخلي الناس تعزف اصلا عن المنطقة دي دخل المنطقة تاني يوم حاط عشر عشرين دعف اللي هو دفعه ومنتظر الناس تيجي تقبل عليه باشا البداية الكتير البداية الكتير لمصلحة السوق المصرية احنا محتاجين دايما يكون معانا التاجر الشاطر والتاجر الناجح وده علشان نقدر ننمي اي منطقة احنا شغالين عليها المناطق اللي احنا شغالين عليها كلها تقريبا بكرة حتى ويمكن قلنا قبل كده بعض المناطق منها اللي بدأ الربح فيها يحصل او بدأت فيه مطورين تبني برضو لسه حجم البنى فيها او حجم المناطق اللي اشتغلت لسه مش كتير فبالتالي احنا عايزين المناطق دي تفضل شغالة على اللونج تايم وعلى المدى البعيد وانت موجود اصلا في منطقة الحمد لله رب العالمين قدر نقول انت كذبان كذبان طول ما انت متواجد في المناطق اللي احنا شغالين عليها كغرب الكاهرة اي لوكيشان احنا شغالين فيه في غرب الكاهرة هو مربح لاي تاجر يدخل فيه اي مكان اه اي مكان اي لوكيشان احنا اشتغلنا عليه وتكلمنا عنه في غرب الكاهرة ككل هو مكان مربح لجميع الناس تقدر تكسب منه وتحقق منه ارباح قوية جدا 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 وزي ما قلتلك احنا عندنا تجر تقريبا من كل حتة في مصر عمدي تاجر من اول اسكندرية لحد اسواق متواجد في المناطق اللي احنا شغالين عليها عارف قيمة المناطق اللي في غرب الكاهرة فتواجد فيها وبيكسب من وراه فخوفا منه على انه يبقى فيه دايما متواجد في وسطنا تاجر طماع داخل كل هدفه انه يرفع السعر عشر اضعف عشرين ضعف انا عايز اكسب كتير مش هتكسب خارس مش هتقدر تحقق اللي انت عايزه لان السوق المصري السوق واسع فالبداي الممكن تجبر العميل انه ما يشتريش منك ويروح يشتري من غيرك فبالتالي ده هيدر بينا ويدر بالسوق اللي هنشغالين عليها تاجر دايما بيكون تحت منه مجموعة من الناس اللي شغالة وهم الوسطى العقاريين ففيه ناس فهم المنطقة فيه ناس عارفة قيمة المنطقة فيه ناس عارفة تسعير المنطقة وفيه ناس دخلاء على المنطقة جداد على المنطقة مش عارفين هو كل الموضوع بالنسبة له ده والله انا خدت الارض دي من اكسو وقال لي بيعها بكذا فهو بياخد ويعرض على طول هو مش عارف طب احنا نتمنى ان اصلا اسعار الارض دي يكون في اعلى سعر بس زي ما قلت ده نزير خطر لان اي ارض هتعلى عن الليمت وعن السعر الطبيعي بتاعها انا بقول لحضرتك ده هيعمل عزوف عنها كل ارض النهاردة خلاص الناس بقت فهم عارفة سعارها ازاي وعارفة قيمتها ايه عارفة ان ده بيرتبط بمدى السكن والبنى والتطوير في المكان ده مدى تواجد الخدمات فانا النهاردة لما يجي اقول للحد والله الارض دي تسوى كذا فانا مش هبقى اشتر منه هيرجع للسوق هيعمل شوية عوامل كده من الكياس زي ما بنقول وهيقدر يعرف هل فعلا ده يحصل ولا ما يحصلتش هل فعلا يقدر يكسب من وراء الارض دي لو بنى فيها بكرة ولا لا ده لسه قدامه خمس ست سنين عشان يقدر يسكن او عشان يقدر يبني او عشان الكلام ده كله العوامل ماشية الطريق ماشي واحدة واحدة الاستعجال مش في صالحي لكن من ناحية تانية بوصل رسالة عن كل المستثمرين وعن كل المطورين وعن كل الملاك عن كل المستثمرين عن كل المطورين عن كل الملاك في مناطق غرب الكاهرة الاستادة وزير الاسكان واستادة الاجهزة المختصة الناس بجد محتاجة شوية زيادة في الشغل عارفين ان انتو شغالين واحنا في ظهركوا وإدينا بتشد على أديكم واقفين معاكم واقفين في ظهركوا بس محتاجين زيادة في الشغل شوية لان بجد في بعض المناطق تأخرت شوية في التنمية بعض المناطق احنا كنا بنقول ان